في بعض البلاد يُتِرون في رمضان مرتين فهل فعلهم هذا صحيح؟ وهل هم في فعلهم هذا على قول قال به بعض أهل العلم؟ لا، ما هو صحيح، ما يُتِر مرتين في الليلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ويتران في ليلة فلا يُتِر الإنسان مرتين في ليلة واحدة لكن قد يكون في بعض المساجد جماعة يُصلون أول الليل فيُتِر بهم إمام ويُصلِّ جماعة آخرون آخر الليل فيُتِر بهم إمامهم تختلاف الجماعات، لا بس أما إمامٍ واحد وجماعة واحدة يُتِرون وترين، هذا خلاف السنة